اجلس في وضع جلوس مريح على الأرض أو على الكرسي مع وضع قدميك بشكل مسطح على الأرض مع وضع اليدين على الركبتين وظهرك في وضع مستقيم دقنك موازن مع الأرض استخدم وسادة لمساندة ظهرك إذا لزم الأمر حاول أن يكون ظهرك في الوضع المستقيم طوال التأمل يمكنك إرخاء ظهرك بشكل دوري كلما أحسست بعدم الارتياح خذ بعض الوقت لتستقر وترتاح في موضعك اغمط عينيك ابدأ بملاحظة نفسك ركز على شهيقك وزفيرك اغمط عينيك ببساطة انتبه لإيقاع نفسك الطبيعي عندما تكون جاهزا استمع للكلمات المقدسة التالية من حضرة بهاء الله يا ابن العماء جعلت لك الموت بشارة كيف تحزن منه وجعلت النور لك ضياء كيف تحتجب عنه يا ابن العماء يا ابن العماء جعلت لك الموت بشارة جعلت لك الموت بشارة كيف تحزن منه كيف تحزن منه وجعلت النور لك ضياء وجعلت النور لك ضياء كيف تحتجب عنه كيف تحتجب عنه يا ابن العماء يا ابن العماء يا ابن العماء جعلت لك الموت بشارة كيف تحزن منه جعلت لك الموت بشارة جعلت لك الموت بشارة كيف تحزن منه كيف تحزن منه كيف تحزن منه وجعلت النور لك ضياء وجعلت النور لك ضياء وجعلت النور لك ضياء وجعلت النور لك ضياء كيف تحتجب عنه كيف تحتجب عنه كيف تحزن منه كيف تحزن منه شكرا لك أشار حضرة عبد البهاء إلى التأمل بأنه طرح سؤالاً على روحك وانتظار إجابته تم توفير دقيقتين من الصمت لصياغة سؤال أو سلسلة من الأسئلة لطرحها على روحك الآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وأعد وعيك إلى هذه اللحظة دع عينيك تتأقلم بالضوء المحيط بك عندما تكون جاهزاً اجلب دفتر يومياتك أو دفتر صغير وسجل الحوار الذهني الذي أجريته للتو مع روحك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر